بينما ترفض الحكومة الجلوس على طاولة الحوار قبل تنفيذ شروطها طبقاً لما أعلن عنه في بيان التحالف في العاشر من أغسطس والوقوف أولاً أمام انحراف دور الإمارات حسب تصريحات سابقة لنائب وزير الخارجية اليمني تصاعد الإمارات الموقف العسكرية في عدن وتزود ميليشيا المجلس الانتقالي بمزيد من التعزيزات العسكرية حيث أفادت مصادر محلية بوصول نحو خمسين مدرعة عسكرية إلى البريقة المدرعة تحركت صوب معسكر الحزام الأمني في بئر أحمد وهي الدفعة الثانية التي وصلت المدينة خلال يومين فقد وصلت قبلها ثلاثون مدرعة أيضاً إلى مقر الحزام الأمني في مديرية البريقة إغراق المدينة وتلغيمها بمزيد من الأسلحة يعني أن محاولة إجبار الحكومة الجلوس على طاولة المفاوضات الغرض منه انتزاع وضع جديد في المحافظات الجنوبية وإذا لم يفلح الحوار فالقوة القادمة من موانئ دبي وأبوظبي والفجيرة كفيلة بتحقيق ذلك وفق هذا المنظور باتت تتصرف الإمارات في اليمن بعد أن دخلت في مواجهة مباشرة مع الحكومة الشرعية التي لا تزال تتقيد بالموقف الصعودي المساند لأبوظبي في الحرب اليمنية في الناحية الأخرى يدفع المجلس الانتقالي الذراع العسكري لأبوظبي أنصاره للتظاهر دعما للسياسة الإماراتية في تفتيت البلد وهي محاولة لجأ إليها حكام الإمارات بعد الضغط الإعلامي المتنامي ضد نشاطها الذي يستهدف تقويض الدولة اليمنية